السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 19 ثمانية أهب أغسطس طبعا القمر موجود اليوم بالعذرة ورح يظل موجود بالعذرة لغاية الساعة 11 و53 دقيقة من تقريبا يعني نقول ساعات الظهر بعدين بده ينتقل لبرج الميزان ورح يظل في برج الميزان لغاية الساعة 11 و21 دقيقة من مساء يوم الاثنين طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذرة لغاية ساعات الظهر معناته بنظل على طبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بمارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما بنترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أن عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود وبالظل هذه الفترة ممتازة جدا للي بدهم يقلعوا عن التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات أو اقتناء حيوان أليف أو قراءة مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و57 دقيقة بعد منتصف الليل بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى مقوم فيه ينفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا في هاي الفترة بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبرضو بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة وهذا التحول مضر جدا للصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تتشكل ذروتها ساعة ستة صباحا بتوقيت جرينيج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 و53 دقيقة ظهرا خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج الميزان ورح نبدأ فترة عاطفية بإمكاننا نعزز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة وعادة تزيين البيت أو المكتب وقتنا حاجية جميلة في زاوية رح تتشكل في تقريبا اليوم هاي الزاوية زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين زحل طبعا رح تبدأ تأثيراتها من اليوم تسعتاش ثمانية ورح تستمر لغاية يوم أربعة تسعة ذروة هاي الزاوية بتكون يوم سبعة وعشرين ثمانية الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بدرت في توقيت جرينج بتخلق مصاعب عرقي لبتحتاج منا أن نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين وقاسيين وعاندين أيضا أو بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا تعمل إنعكاس وإنقلاب بأوضاعنا بشكل سلبي طبعا علينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة بالإرهاق أما دوليا فهي بدل على تراجع اهتمام حكومة ما بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة والطراب أيضا في البورصة والقيم وقلة اهتمام الحكومة بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبتضيق الخناق الأمني على الشعب كما أنها بتزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين وبرضو بتزيد التطرف في هاي الفترة والتعصب لدى بعض الجماعات وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم لغاية ساعات الظهر تقريبا فبدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا يعني إيجاد الحلول أو علجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة للأصدقاء وشركائكم وحاذروا من التراجع الصحي أما في ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة لأن القمر رح يصير مقابلك تماما فعالجوا أي التباس أو أي سوء تفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوة القانونية لأن خصمكم قوي والعرقي لبتستفز بالنسبة لموليد برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بيحيطك الفلك بالحيوي والحماس لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط بيكون هذا اليوم من الأفضل أيام الشهر أو فرح حظا لغاية ساعات الظهر وبتشعر بالطمأنينة والراحة أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي أهم شيء تحاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك خلال هاي الساعات لغاية ساعات الظهر بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور العائلية أما في ساعات ما بعد الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وإعدل العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في نقاش حاد أو مع أخ أو جار بيسجل لك هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترى مناسبة للسفر والاستثمار أيضاً برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الظهر بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شيء ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك بشكل جيد أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من التعامل مع أخ أو جار بتنشط على حسب حقل اختصاصك عندك نشاط عالي جداً اليوم وبتكون لك لقاءات عديدة واستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي أنك ما تتردد بالتحرك بالنسبة لموليد برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكونوا مميزين بأداءكم الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح بالأفكار عالية جداً لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم بتكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية أيضاً برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبيسيطر التعب الشديد عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فبتفكروا في إلغاء الموعيد والابتحاد عن الأضواء حاول أنك تحمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية لأنها فترة ضاغطة ومخيبة للآمال وبيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الظهر منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم إشي أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بالناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب أخذ القرارات أما من ساعات ما بعد الظهر بدك تنتبه أكثر لصحتك وما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات لأن القمر راح يكون موجود في بيت المتاعب الأيام القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب أيضا لغاية ساعة الظهر للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنكو ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي وركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم المبادرة لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه راح تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد تنشط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فيه اندفاع وحماسي راح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها واجسك فترة إيجابية جدا فما تضيع الفرصة عليك أما من ساعات ما بعد الظهر يبتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنه ما تضعفوا ولا تجازفوا بسمعتكم وحاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع في نوع من أنواع القلق أو التوتر راح يكون خلال النهار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتكونوا تتفحصوا حساب مالي مشترك وتخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية من الآن ولغاية ساعات الظهر بتكونوا مرنين وما تتنازلوا عن حقكم شرطة الامتنى عن فرض الرأي أو التسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف لا تهم الملف ولا قضية في ساعات ما بعد الظهر بتنشغله في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبصير هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أو ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ناقش بقوة وذكاء وتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك وما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو سفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء العمل أو العاطفة القمر راح يضل مقابلكم لغاية ساعات الظهر فبتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركائكم نصق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل في هاي الفترة الضغط كبير والأوضاع ممكن تصعب شوي في فترة ساعات ما بعد الظهر بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية أهمش إنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر